سبحانه بحمده رب تبارك اسمه رب تعالى جده ولا إله غيره كم ذا عليها منعما من فضله مكرما لما جعله مسلما ومصبغا من جوده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثنى ملاح صاد عده ولكم تفضل بالعطاء وجاد ربي في سخاء فله مع الحمد الثنى ملاح صاد عده السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات متسبعاتي الوفيات كديرين لبس عليكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتمام الصحة والعافية أنتم وقع الناس اللي عزاز عليكم نتمنىكم تكونوا دوستو العطلة الصيفية مزيان وتكونوا فرحتو وتساريتو وشفتو الحباب وتكون إن شاء الله بداية موفقة بالنسبة للتلاميذ المستوى الدراسي الجديد إن شاء الله كنشكر بزاف المتتبعات اللي كيرسلوا لي كيسولوا علاش أنا غيبت على اليوتيوب لأنه كانت الظروف ما تتسمحش أنني نصور كنت بغن بارتاجي معاكم بزاف ديال الحويج اللي درتها من بعد مصلحة الكوزينة ذاك الإصلاح الطفيف اللي كنت وعد تكون بالجديد ولكن شاءت الأقدار أن الظروف ما تكونش من الأماني ذاك شي عايش ما صورتش ولكن الله يرزقنا غير طورة العمر أما الرزق وقت ماجا كينفع يعني المعلومة وقت ماجا ترى هكا تنفع واحد الفئة اللي يالله غادي تصلح مثالان ولا يالله غادي تدير شي تجديد فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتحقق الهدف ديالي اللي على وديته أنا كندير هذه الفيديوهات هو أنكم تستفدوا وما تديروا تشي أخطاء من الأخطاء اللي أنا درتها ووقعت فيها ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الفيديوهات ديالي تكون مفيدة من الأول دقيقة حتى الأخير دقيقة باش هكا كنوصل الهدف اللي أنا على وديته فتحت أصلا هاد القناة والله يستر الجميع وكل واحدة تدير فضائر هذا الشي اللي كتمنى وإن شاء الله يلاقيها ربيغي مع الناس اللي كتخدم بضامير وكتخاف الله سبحانه وتعالى وفي هذا الفيديو إن شاء الله كيف ما شفته في الصورة المصغرة والمقطع القصير اللي خلتوا لكم في أول الفيديو غادي نتكلم على الطبلة اللي كتطوى أو الطاولة القابلة للطي غا نتكلم على واحد البارتية من الإصلاح اللي درت باش ما تجيكمش لا فيديو ديال كوزينة طويلة غادي نقسم لكم هاد الفقرة هادي نتكلم على هاد الطبلة هادي وتجربتي معها فهاد الطبلة هادي درت لاستغلال المساحة بنسبة للناس اللي عندهم أماكن ضيقة بس شغطوا الناس ديال الساكن الاقتصادي بحالي ما عندناش فين غادي نديرو طبلة مانجي يعني الطبلة اللي كتكون بالكراسة ديالها هاكا كبيرة نهائيا ما كانش ليس باس لهذا هاد الطبلة هادي كانت عملية ونفعة بزاف لهاد الغرض وكنت بحالي بحال النساء اللي كانوا كيتم منه بحال هات الطبلة دي تكون في الدار ومشيت كنقلب عليها وكيف ما كان عارفوه أول ما بانت بانت في إيكيا مشيت لقيتها ديرا 500 درهم وقلبتها لقيتها بأنها تقيلة تقيلة نوعا ما يعني قلت أنا الطبلة دي ما غديش تتحملية تقل فوق منها كتر وهذا الخشب ديال إيكيا كيما كتعرفوه كي يشرب دك السوائل اللي كتكون فوق منه يعني الخشب ضغياء كي يضيع ما غديش تصبر معايا مدة طويلة واخره كان صراحة ما كانت عندي فكرة أنني نغلفها كيف ما درت دابال هادي اللي صايبت غدي نشارك معكم كل شي من بعد ما كانت عندي ديك الفكرة صفي سبحان الله عاقز تعليها عاقز تعليها بذ المعنى صفي ورجعت بقيت كنقلب هكا في اليوتيوب تاكل قلقى الأخوات كي صايبوها عند النجار وبقت مينة جد مشجعة مشيت حتى أنا ماشي من المعاكزين مشيت حتى أنا عند النجارة كنصولهم كنلقى بأن شي كي يقول لي ما كان عرفش نصايبها شي كي يقول لي أتمينة اللي طالعة بزف على ذوك الأتمينة اللي شخصت في اليوتيوب قلت عاو تاني ما كان لاش ماشي مهمة والتمن جاني غالي رجعت للطار عادي صفي ما كتبهاش الله سبحانه وتعالى بقيت حتى النهار اللي كتب لي الله سبحانه وتعالى أنني صايب الكوزينة فهم لي صايبت الكوزينة في حكا في صياق الكلام كن طرح على المعلم اللي صايب لي الأليمينيون في الكوزينة طرحت علي هاد الفكرة دي اللي الطبلة هادي واش كدر فالله جزيه باخير ذك سيد صراحة عاوني بالأفكار وكان إنسان طيب اللي عنده الكلمة يعني أول معلم تقريبا كتصدق لي الخدمة معاه عنده الكلمة كي يصبر عنده التسع في الخاطر ما كيتعصبش الحاجة اللي قتلوا بطلها لي تيبطلها قتلوا الحاجة ما كين هاد البلاصة ما عجبتنيش فيها رجع هالي هاد البلاصة كي عاودي يبطلها لي شي حاجة مثلا زيدة على الخدمة اللي كان جاي على وديتها شي بري يقول هكا خفيفة نقولوا ديروا ما تيتعصبش تيديروا بكل فرح إنسان اللي عمرها دار وان شاء الله هنخلي لكم الرقم دياله ولكن ملي غنعطيكم فيديو ديال الكوزينة باش هكا تكونوا مقتانعين ناس اللي مهتمين بالأمر وبغيتوا أنكم تواصلوا معها تكونوا عارفين كيفاش صايب لي الكوزينة وشنو دك الشي قال اللي دار معنا في الكوزينة غادي نشاركو معاكم هنخلي لكم الرقم دياله إن شاء الله وإلا كان تفاعل إن شاء الله هراني غادي نقدر قاع الأسئلة اللي كتهمكم بخصوص هاد الإصلاحات نجمعها في واحد الوريقة وندير معاه فيديو خاص هكي يجاوبكم على الأسئلة ديالكم كاملة وشي اللي دار لي كله في الكوزينة رح غادي تأخذوا فكرة وطرحت عني الفكرة ديالة الطابلة هذي وشك الدار قال لي أهرت الدار وقلت له شنو ما المميزات وشنو ما يعني سلبيات والإيجابيات ديالة طابلة هذي قال لي دك شركين كله قال لي هالطابلة هذي صحيحة تحطي لها تقل وكل شي ما تخافش منها حاجة واحدة اللي ما نصحكش بها هي السخونية يعني ما تقدرش تهزي طاجين سخون تحطيه مباشرة ولا تهزي كوكو سخونة تحطيها مباشرة دروري غسك تفرشي شي شي حاجة راكم معرفين ذوك اللعبات ديالة سيليكون ولا ديال الدوم تفرشيه من تحت عا تحت سخونية وفعلا نيس هذيك شيري كان ديره والحد الآن بقى كيف ما هي يعني ما تبتلتش نهائيا وراكم شايفينها في الصورة والحاجة تانية اللي اكتشفت من بعد من اللي ركبها لي هو أنه يكب ما شفتوا ذاك الكادر القري اللي كان في الجنب هاداك يعني غيم صايب يعني مشي طبلها واحدة كين ذاك البيض وعد ذاك الكادر يعني لك انت فرتيت ديال الخبز السميدة وذاك عارفين ذاك الوصخ ديال الماكلة يدخل في ذاك ال سورته السميدة كتكون رقيقة هي اللي غا تقدر دخلكم في ذاك الجوانب فلقيس احسن حيلة هيا اللي درت انا غلفتها بالبابي البابي اديزيف زجاجية كدير بحل الزاج يجب أن يغطي لك الديكور في نفس الوقت يحميها لك نشاء الله سوف نشارك معكم بابي اديزيف في الأخير و أولا تديرو سيليكون اللي تكون شفاف و أحسن طريقة أنا جا تنهير بابي اديزيف صراحة جربتها جا تنزوينا وبالنسبة للناس اللي غي سولوني على التامان أنا صراحة أدخلها لي مع الخدمة دي الكوزينة وبالنسبة الخدمة دي دي هدارها كادو كيف ما قال هو اللي حسب هدرته هو قال لي غادي نجمع لك غير الفلوس دي هاد المواد اللي صيبت بهم الطبلة أما خدمت يدي كادو من عندي إن شاء الله نشارك معكم 8 دي هاد العبار هاد اللي عندي بالطبط إلا بغيتو إن شاء الله تخليوا لي في الكومنتير أنا غادي شارك معكم 8 دي هاد العبار ولا العبار اللي بغيتو حطو لي العبار اللي بغيتو مش نسولو على التامان هدا بالنسبة للناس اللي بغين يدلوه الطبلة ديال الأليمنيوم أمراكين اللي تي صايبها تبخشب مع الكوزينا بصيغتو أنها جات في الكولوار اللي أنفاس مع الكوزينا يعني تتشوفو شوفها وحدا وهنا كيف ما شفتو جبت لكم الميترو باش عبرت لكم الكولوار وحتى الطبلة غادي نعبرها لكم إن شاء الله ممكن ما قلت لكم مترو وعشرين عندي في الكولوار وغادي نصور لكم شحال ديال ليس باس تيبقى من اللي كتبقى هاد الطبلة هادي مفتوحة بحلقة يعني ما تديرون جينيش نهائيا وانتوما كتاخدو العبارة كل اللي بغيتو على حساب ليس باس اللي انتوما غديروها فيه وبالنسبة لهاد لستيوس هادي اللي اعتدتكم في الصورة فالقيتها في ايكيا واحد اللي عيبة كتعلقوا فيها الكرسة احتهما اللي غاي ياخد الكرسة مثلا كيتطواب حالكا فماتهما كيبقوا شادين لك البلاسة التحت كتعلقهم الفوق وكيبقى لك الارض كلها هاك خاوية وبالنسبة للعبار ديال الطبلة ديالي فيها 40 سنتيم على 90 سنتيم وانتوما عندكم الحق تخسارو العبار اللي بغيتو راكي يديرو لكم المعلم مويم هدا هو العبار ديال الطبلة ديالي وانا غادي نصور لكم مش حالكي بقالية في الكولوار مويمة البنات هاو بنسبة للكولوار عندي كما كتلكم فيه 120 انا رذيرا فيه هد الموقت هدا كما شفتو هالميسة حالي بقاتلية بنسبة للطبلة ها هي واضحة لكم هنه وده بغا ندوز باش نطويل لكم الطبلة مويمة البنات هاو من التحت كيفية تكون شكل ديالها ركت فيكسها بسهولة وهادي هي لطاقتي اللي كنسدو منها وكنتحل منها يعني لا زيتها واحد شوية ترفعها واحد شوية واضحة شوية واضحة على هادي انتوما كيكتشوفو راها كتنزل انا غا نوريكم بنسبة لحنا يشوفوها البابي اديزيك هو هدا راهم مم فينياش مزيان تلك ساعة عجرة بتوصافي هانتوما كيكتشوفو هي هادي الجهة الاخرى فاندر لها بحلقة هاي غا تنزل وما غا تشتش ليس باس نهائيا كيف مما كتشوفو من سبيلا بغينا نهزوها نرفعها بحلقة يكفي انكم غير تهزوها مزيان هانتوما شوفو هاد الاسيوس هادي غا تدير بحلقة وكتسمعوا هاد الصوت من الجهتين بجوج ساعة صافي الجهة الاخرى باقي ما سمعتها هاش داروري خاتكم تسمعوها هاي صافي دابا اضعوا لها اللي بغيتو متخافوش منها نهائيا دابا غا ندوز نوريكم بابي اديزيف وهذا هو البابي اديزيف الابنات راه دايجا بقاتبا لكم غير هادي لانه تخونس بارون هاو رمتي بانش صراحة زوين زوين بزاف وعمالي هاو رمتي بانش كتبا لكم بغيديك للمعه بحل الزاج فاخديتو بتسعمية ريال جوج متر خمسة واربعين درهم وعطنكم تطريقة كيفاش تصايبوه اخديتو من بريكوما لانه كوشيك يشكر بريكوما تيقول بي ان البابي اديزيف ديالها هو اللي صراحة مضمون وده بنعود لكم تجربتي ثانية مع البابي اديزيف فراها معلومات زوين زوينة بزاف وكنقول تنتمنى ان تغير نشاركها معكم ان شاء الله هتنفعكم بزاف يكفي انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس بشارك يبصلكم الجديد ان شاء الله وما تبخلوش عليها كيفما ما تنبخش عليكم بالمعلومات وبالتجارب ديالي ما تبخلوش عليها باللايك ديالكم وبالدعم ديالكم ومع السلامة الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه